ازاي تضيف حساب اللي جي على الشاشة عشان خاطر تقدر تثبت كل التطبيقات اللي انت محتاجها او نفترض تعزف اي تطبيق اول حاجة هتعملها تمسك رموت كنترول وهتضغط على علامة البيت حيوديك بعد كده على الصفحة دي في اليمين فوق ده الاكاونت اللي انا ضيفه على الشاشة زي ما احنا شايفين دي الايكونة بتاعت الاكاونت ومكتوب من فوق حساب ال جي اسم الحساب طيب انا هدوس على ال اكس هندخل على المتجر الخاص بشاشة ال جي اللي هو او عشان خاطر اولي شكل المتجر عام ازاي دي تطبيقات مميزة اغلب الناس بتحملها دي تطبيقات خاصة بالترفيه ولو انت بتحب الالعاب عندك فيه الالعاب كتير جدا جوا المتجر لو انت عايز اخبار ومعلومات ما فيش مشكلة خالص لو انت عايز تطبيقات خاصة بالحياة او نفترض محتاج تطبيقات تكون تعليمية طيب انا عايز بقى اضيف الاكاونت اللي هيتم دلوقتي هتمسك التليفون وهنعمل الحساب والحساب ده هنضيفه على الشاشة هدخل على وهكتف فوق جيميل او نفترض انشاء حساب باللغة العربية او باللغة الانجليزية مفيش اي مشكلة خالص بعد كده هدوس على في الشمال فوق ده الاكاونت اللي موجود على التليفون انا عايز بقى اعمل اكاونت جديد فانا هضغط هنا وبعد كده شايفين المسلس ده انا عاملك حقاليه زل باللون الاحمر هتضغط على المسلس ده وبعد كده هتختار اضافة حساب اخر بيقول لي جاب التحقق من المعلومات بيطلب مني اكتب الباسورد بتاع التليفون او نفترض بصمة اليد نفترض ان هعمل تسجيل دخول على التليفون من خلال بصمة اليد بيقول لي جاب التحقق من المعلومات هختار بعد كده انشاء حساب واختار لاستخدامي الشخصي نفترض اخلي الاسم الاول يكون دروس والاسم التاني هخليه مجدي بعد كده هدوس على التالي هدخل تاريخ الميلاد هكتب واحد وعشرين شهر ثلاثة. الف وتسعمائة تسعة تمانين وبعد كده هختار الجنس زكر وبعد كده هدوس على التالي بيجيب الاقتراحات انا هعمل الايميل بنفسي انا هختار انشاء عنوان جيميل وهكتب مسلا دروس مجدي عشرين تلاتة عشرين مسلا هشوف مسلا موجود ولا لا وبعد كده هدوس على التالي بالفعل موجود بعد كده هكتب كلمة مرور هكتب رقم مع حرف وبعد كده هدوس على التالي هعمل سكرين شوت للايميل عشان خاطر من سهوش يكون عندي نسخة احتياطية وبعد كده هدوس على التالي وهنزل تحت خالص هضغط على كلمة اوافق انا كده هعملت الايميل الايميل ده هضيفه على الشاشة بيتضف ازاي محتاج منك الصبر والتركيز دلوقتي نروح على تطبيق في التليفون وبعد كده في الشمال فوق زي ما احنا شايفين ده الاكاونت اللي موجود على التليفون هضغط عليه وبعد كده هختار الاكاونت الجديد ان انا نستعامله دلوقتي حالا هرجع بعد كده للشاشة هدوس على علامة البيت بعد كده في اليمين فوق هضغط على الاكاونت هختار بعد كده اضافة حساب اقدر اضيف اكتر من حساب ما فيش اي مشكلة خالص بيجيب لي بعد كده تسجيل الدخول الى حساب ال جي وبيجيب لي ثلاث اختيارات هختار الاختيار التالت وبعد كده بيجيب لي اختيارين هختار انشاء حساب ال جي هنا بيجيب لي الشروط والاحكام المتعلقة بحساب ال جي هختار تحديد الكل وبعد كده هدوس على موافق هنا هكتب الايميل والباسورد وبعد كده هتاريخ الميلاد الايميل هيكون دروسمكدي2023 بيجيب لي تلات اكتراحات ولا اتوت ميل ولا اتلايف هختار وبعد كده هدوس على انتر بعد كده هكتب الباسورد بيطلب مني يكون الباسورد عبارة عن تمن حروف ممكن مسلا يكون الباسورد اللي هنا مختلف عن باسورد الايميل فهنا هخليه مسلا واحد دين تلاتة اربعة ات اي اس دي اف وبعد كده هدوس على انتر بيطلب مني قاعد ادخل كلمة الموضوع هكتبها للمرة التانية ات اي اس دي اف وبعد كده هدوس على انتر بعد كده تاريخ الميلاد هضغط هنا هختب هنا واحد وعشرين تلاتة تسعة تمانين نفس البيانات هي هي ما فيش اي اختلاف الف تسعمية تسعة تمانين بعد كده هدوس على اهتم دخلت كل البيانات هدوس على موافق تأكيد حساب هو بعث لي رسالة على الايميل وبيطلب مني ادوس على كلمة تأكيد وبيديني تمانين واربعين ساعة لو ما عملتش تأكيد الحساب هيتحذف فانا هعمل ايه همسك التليفون وهروح على الايكونة بتاعت اي جيميل هضغط على الصورة اللي فوق واختار الايميل اللي انا اضفته على الشاشة اللي هو دروس مجد عشرين تلاتة وعشرين بعد ما اختار الايميل هتظهر لدلوقتي الرسالة الخاصة بل جي زي ما احنا شايفين حساب مصادقة عنوان البرد الالكتروني لحساب هضغط على الرسالة دي عشان خاطر اعمل تأكيد هنزل تحت خالص هختار كلمة تأكيد وادوس على اوكي بعد ما نغط على كلمة تأكيد بيجيب لي رسالة دي بيقول لي اكتمل انشاء حساب ممكنك الوصول الى خدمات اجهزة ال جي الالكترونية باستخدام حساب ال جي واحد هرج على الشاشة وهضغط على كلمة موافق بعد كده هكتب الباسورد عشان اعمل تسجيل دخول والايميل يتضف على الشاشة الباسورد ده كان واحد اتنين تلاتة اربعة ات اي اس دي اف وبعد كده هنوص على انتر وبعد كده هضغط على تسجيل الدخول وهستنى لحد ما يحمل معي هيطلب مني بعد كده اعمل اسمه المستعار وبيقول لي لو قد كنت بتسجيل الدخول وبطلب مني اكتب الاسم المستعار طيب انا همسح الاسم ده بالاكس جميل وبعد كده مسلا هكتب دروس ماك دي عشرين تلاتة عشرين هضغط على انتر وبعد كده هدوس على موافق زي ما احنا شايفين دي الايكونة بتاعت وبالفعل حساب اللي جي باع عندي حسابين على الشاشة دروس عشرين تلاتة عشرين ودروس مجدي طيب انا هدوس على اللي موجود في الشمال عشان هروح على ونثبت كل التطبيقات ولو في اي تطبيق احنا مش محتاجينه هقول لك ازاي تعرف تحذفه نفترض انا دخلت على المتجر دلوقتي وهسبت مسلا اللعبة دي بعد كده هدوس على تثبيت وده يراجع لصورة الانترنت زي ما احنا شايفين الداير دي بتحمل معي والحمد لأ الانترنت السابق عندي وبيجيب لي رسالة تحت تم تثبيتي التطبيق في نهاية الصفحة الرئيسية نفترض مسلا عايز اسبت اي حاجة تانية هدوس على او السهم المعكوس في بيموت كنترول وهسبت مسلا التطبيق ده لما دخلت على تطبيق كتاب لي كلمة تحديث يبقى التطبيق متسبت عندي وقدر اعمله تحديث مفيش اي مشكلة خالص هاخترض التطبيق ده ودوس على تثبيت واستنى لحد ما يحمل معي بيقول لي تم تثبيت التطبيق في نهاية الصفحة الرئيسية انا عايز اعرف بقى الصفحة الرئيسية دي موجودة فين هدوس على الفوق زي ما احنا شايفين دي الصفحة الرئيسية هروح شمال خالص اللعبة نزلت عندي والتطبيق نزل عندي ما فيش اي مشكلة خالص طب نفترض انا عايز احزف التطبيقات دي باحزفها ازاي هتروح برضو على او التطبيقات ودوس على اوكي بعد كده في الشمال فوق التلات نقاط دول تضغط عليهم هزهر لك كل الاختيارات دي هتختار ادارة التطبيق ده الايميل الجديد دروس ماجد عشرين تلاتة عشرين ودي التطبيقات اللي موجودة جوا معنا زلك انت عندك اكتر من ملف شخصي وكل ملف بيبقى جوا التطبيقات اللي انت سبتها عايز اعمل بدء هضغط هنا عايز اعمل حسف هدوس على وبعد كده هدوس على نعم هضغط على واختار نعم هيتم حسف التطبيق. ما فيش اي مشكلة خالص. هركز معا كده بيقول لي لم يتم تثبيت اي تطبيقات. انا حزفت كل التطبيق اللي انا سبتها. طيب انا هروح على الاكاونت التاني. هدوس على الصورة بتاعة الاكاونت واختار الاكاونت التاني. هركز معا كده. هزهر لي دلوقتي الاكاونت التاني هضغط عليه. هعمل تسجيل دخول اللي هو دروس هيجيب لي هنا التطبيقات اللي موجودة جوة الاكاونت التاني. فمعنى ذلك لو انت هتضيف اكتر من اكاونت تقدر تثبت مجموعة من التطبيقات في كل حساب. حساب يكون خاص بيك وحساب يكون مسلا خاص بزوجتك او نفترض حساب خاص بابنائك عشان خاطر تضمن ان ابنك لو هي وعد قدام الشاشة اتفرج على الحاجات اللي انت عايزها. وعلى فكرة الطريقة دي امنة جدا على الابناء. يكون في حساب خاص بيك انت وحساب خاص بيهم. عشان خاطر ما يكونش في مشاكل في المستقبل. هنكتفي بهذا القادر لو عندك اي سفسر اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. ولو لسه جديد معنا في القناة اتمنى ان انت تشترك وفعل الجرس على كل. عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجي لك اشعار بالفيديو اللي جاي. كان معكم مجدي عبدالغفار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.